أو كده هذه من قبل الإنسانية قبل الإنسانية يعني إحنا الآن المنظومة الأخلاقية بتاعتنا انهارت تماما انهارت تماما ما فضل لنا غايته أنا حسي عندي إحساس أنه يا أهل السودان حافظوا عليكم الله حافظوا على الوسط مش منطقة دي منطقة بتاعت لجوء حضاري أنا وأتكلم قبل يوم أتكلم عن اتساع جغرافي السودان ده الشمال ونهر النيل والخرطوم ومدرمان والجزيرة والنيل الأبيض يا جماعة حافظوا علي المناطق دي مش لأنه أنا مولود فيها لأنه كلنا عملناه مع بعض وأعظم ما عملناه فيها هذا الاعتدال الحنية دي الحنية دي حمد ما شفناه إحنا لما نشاكل زول بنمشي البوليس لكن ما بنقتله ولذلك حسي أن إحنا بيجينا نخاف مش بنخاف على أنفسنا نخاف على السودان لأنه ده المعهد الوحيد الموهل يعلم الناس الوداد والاعتدال واحترام الآخر للآخر واحترام الإنسان لأخي الإنسان خليه اعترام المسلم لأخي المسلم عشان كده حسي دي نحن خفنا لما نجوت لما القصة بتاعت اختصاب النسوان وقتل الأولاد ويقتل لك زول عشان موبايل وزول يسلب البيت في الشارع وكده وينقشاشينا الدموع ومدرجينا العاطلة نحن بقينا خايفين على الوسط مش لأنه ده بلدنا خايفين لأنه ده الملجأ الوحيد لأهل السودان لما نجي الناس من الأطراف هنا في الوسط بنوم لغاية الصباح ما بيشعروا بها لح ولا خوف ولا في زول بيصلي بزول ولذلك أنا أنا والله يحسيك بالإحساس بتاع الشماتة ده هذه يعني ما بنستحق ده أنا ما بعرف الشيطان نبيك كبير جدا أنا بعرف قبائل أنا بعرف قبائل النيل الأسرق دي بعرف ناس كتار جدا بعرف الهوسة وبعرف الهامج وبعرف الرقاريق وبعرف العنج وبعرف كل المجموعات دي أنا بعرفهم اللي انقذنا دي الناس مسالمين جي ألحصش شنو؟ بعدين يا جمال الأرض دي في كل الدنيا أرض دي في كل الدنيا يعني أنا أقول واحدة من الأمثلة أنا لو ما شاد دارفور دي الأرض دي شنو؟ الأرض دي يا إحساس إحساس بأنه دي أرضك ده السودان حقك يا قطعة أرض تسكن فيها يا تستثمر فيها أنا دايرا أقول حسي أنا لو ما شاد المناطق بتاعة النيل الأسرق سوداني خلسوا أجنبي مش في قوانين بتاعة أرض اشتريت قطعة أرض بنات فيها بيتي وبقانون الاستثمار قمت حملت لي قطعة عن الليل الأسرق عملتها مزرعة بتاعة موز واستثمرت فيها الجريمة شنو في القصة دي إنه يجي هوساوي ولا يجي بيجاوي ولا يجي جعلي ولا يجي فوراوي وكده ونفس المثال دا لو ماشينا في جبل مرة اشتريت لي مزرعة وبنيت لي بيت في الفاشل وكده المشكلة جنية يعني ماهد عزيز كافوري جهينا دا ما عنده علاقة لا دم لا دين بالبلد واشترى الأراضي دي كلها محمية بالقانون الدولي بتاع الأراضي اشترى وباع للناس وقبض مش بالقروش السودانية بالدولارات باع كافوري دي كلها بملايين الدولارات سألوا منه محمي بالقانون العالمي الإنساني بعدين يعني شنو يعني أنا يعني أنا حس أفرض مشد مشد أرفور الأرض دي هجي حقول لهم دي دي بتاع تشراف الشرفة يعني ولا حقول لهم دي العرب اللحوين بتاعنا دي أرض دون ما بيجي محمي دي أرض الفور تاريخيا أرض الفور مصرحي أنه أدعي الدعاءات لنا غير ذلك ولذلك حسنا لما كان الفريق حميت في دارفور قلت لي أخي أعمل لك ما قصة المصالحات يعني المصالحات اللي بينعملها دي قبالنا الورق تمضي تدور الحروبات قلت لي أخي أعمل لك مؤتمر للأرض ورينا نحن ديكا سودانين ورينا المساليط رضن وين دق الحجار دي قولوا الله دي ودي أرض الرزيقات ودي أرض المساليط ودي أرض الزيادية ودي أرض الفور ودي أرض الفلاتة وحددها أعملوا مؤتمر وبعدين أولاد المسقفين بتاعهم دارفور ديل والنينالازر قاعدين يسوي شنو ما تمشوا لأهلكم أمشوا لأهلكم أعملوا لكم أعملوا لكم ثورة ثقافية تتمخض منا قوانين يا أخي نحن فترنا يا أخي فترنا نفسيا من المقاتل والمجازر دي أي حاجة مفروض تتحدد أي حاجة تتحدد الأرض العامة بتاعت السودانين الأرض الخاصة في قوانين بتاعكم القصة دي قوانين عالمية قوانين دولية بالأمم المتحدة بالقيم بالدين بالمسائل القبلية أكتبوا كلام ده لكن العقلية السودانية كسؤولة على وجه الشد أي حاجة ما بتتعمل بطريقة صحيحة كل حاجة تتكلفة تقول لك فلان ماشى جاب القبائل وقعوا وضبحوا لهم خروفة يا أخي أقعد أعمل القصة دي دايلة لها توثيق دايلة لها زوري حريسة يا أخي الأطفال ماتوا والهنا بعلوغة الشدة ده في أي حاجة في أي حاجة نحن الحاجات مؤجلة أي حاجة مؤجلة أي حاجة بنفتكير كلام وسلام أقعد أعمل لكم قوانين عشان نقدر نلوم الناس بعدين إنت تجي تقول والله داي الجايين من غربي أفريقيا يا أخي ما هنا أنتوا قاعدين في أمريكا ما قاعدين في أمريكا سودانين أنتوا قاعدين في أمريكا المعارضين ديل وغيرهم الإسلامين والشيوعين ولكده ما قاعدين في أمريكا التجربة الإنسانية الأمريكية دي ما بديكم القرين كار تبقى مواطنين في سول بيسأك نقول لكم إنتوا هوساوي ولا إنت بيجاوي ولا إنت حلاوي ولا إنت جعلي يا أخي دا الحالة من متحضر إنتوا عندكم حضار وعندكم دين النظوم القيمية بتاعتكم دي مشتوين بعدين يا أخي نحنا أنا اكتشفت أنه نحنا بنكره بحضنا بعض بطريقة بشعة أحنا نحسي دي جننيننا اتفاقية اتفاقية جوبة للسلام اتفاقية شنون ما بتاعتم إنتوا جيتوا كتبتوا قلتوا نحنا الحركات المسلحة ونحنا أولادا من أديناكم أي حاجة أديناكم حكم ذاتي أديناكم حاكم أديناكم أي حاجة عملنا لكم يا أخي ساعدونا بالسلام ساعدونا ما تقتلوا أنفسكم ساعدونا ما تشمتوا علينا الآخرين إذا ما قادرين تعملوا الغصة دي في مشكلة كبيرة جدا يا أخي نحنا نحنا الآن إنتوا قالينا الناس ذي الماهلنا إنتوا بتفتكروا حسي لما الناس النيل الأزرق يموت ولا الناس المسالي يموت ما جزء من الخريطة الوجدانية بتاعتنا إنتوا بتفتكروا أنه الأمير تاج الدين دا ما جزء من تاريخي أنا بدرسه لأولادي أمير المسالي دا بكل حضارته شجحته ووقوفه واستشهاده ضد الفرنسيين المملكة المملكة الزرقادي سلطن الزرقادي ما حقتنا ما دا التحالف بين العرب والزنوج العمل ودولة الفكرة في السودان ترجمة نانسي قنقر